هناك الفصائل لديهم السلاح ولديهم القدرات العسكرية التعامل مع هؤلاء يجب أن لا يكون كتعامل مع الأعداء التعامل مع أصدقاء كيف نحتويهم كيف نحتضنهم لطالما كان لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم دور بارز في العملية السياسية واليوم يلعب الرجل مهمة صعبة تتمثل بالترتيب مع واشنطن بشأن التهديئة في العراق وإيقاف القصف الذي يطال المنشآت الأمريكية ويأتي تدخل الحكيم في هذا الملف عقب أخفاق رئيس الوزراء محمد الشعى السوداني بإيقاف الهجمات وإقناع قادة الفصائل بكبح جماح الصواريخ والطائرات المسيرة فضلا عن امتعاض الإدارة الأمريكية من تقاعس الحكومة العراقية في أداء دورها واقتصاره على التحقيق بملاحقة المتورطين بهجوم السفارة الأمريكية وعلى الرغم من تعقيدات الوضع السياسي في العراق تدرك واشنطن تماما أهمية وتأثير الحكيم في الساحة السياسية الإقليمية واختياره كشخصية مفتاحية لمعالجة ملف الهجمات يحكس استراتيجية أمريكية لاستغلال قدرات وتأثير شخصية مؤثرة في العراق واستطاع رئيس تيار الحكمة بحكم انتمائه لأسرة ذات جذور دينية أن يكون قريبا من إيران وحلفائها بالعراق لكن ذلك لم يمنعه أيضا من أن يحظى بعلاقات وثيقة مع أمراء ومشايخ الخليج وحكام دول عربية أخرى فكان رقما صعبا دائما ويجسد الحكيم وسطية تحمل رؤية للسلام والاستقرار ممزوجة بحكمة تجعله محط أنظار الباحثين عن حلول لأزماتهم بالمنطقة ويرى مراقبون أن وضع الحكيم كشخصية رئيسية في أي مفاوضات معقدة يرمز إلى تفهم واشنطن للحالة السياسية الدقيقة في العراق وقدرتها على قراءة السياق الإقليمي واختيار الزعماء الذين لديهم دور بارز في تهديئة التوترات كما أن الاعتماد على الحكيم في هذا السياق يعقس رغبة في تطويق الأزمات والبحث عن حلول سليمة ودبلوماسية